يعرض هذا الفيديو عملية كيفية إرسال استمارة التقديم للمدارس الاختيارية للطلاب في الصفوف رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر من باب التذكير في كل مرة تقوم بالدخول إلى موقع التقديم M-I-N-B-S, D-Schoolment, D-Com سوف يكون بإمكانك أن تختار لغتك المفضلة من القائمة المنسدلة في الجهة العليا اليمنى من الصفحة بعد أن تقوم باختيار لغتك المفضلة وإنشاء حسابك وإضافة جميع الطلاب من أسرتك إلى الحساب يمكنك حينها أن تقوم بإرسال استمارات التقديم للمدارس الاختيارية من صفحة لوحة الحساب اختر زر Add Form or Forms الواقع على بطاقة معلومات الطالب المعني لغرض اختيار ذلك الطالب هذا سوف يعمل على تحميل صفحة معلومات الطالب Student Information للطالب المعني خذ بعض الوقت لمراجعة المعلومات للتأكد من صحتها سوف تظهر معلومات الطالب تلقائيا من البيانات المتوفرة في سجلات مدرسة طفلك في حال وجدت أن بعض المعلومات غير صحيحة حينها يتوجب عليك الاتصال بمدرسة طفلك أو مركز تسجيل لغرض تحديث المعلومات في سجل طفلك على منظومة معلومات الطالب Infinite Campus بعد أن تقوم بمراجعة معلومات الطالب انقر على زر سيفان كنتينيو الواقع في الجهة السفلة اليمنى من الشاشة للمضي قدما بعد أن تفتح صفحة القيد حدد بطاقة التقديم للمدارس الاختيارية ثم اختر زر ابدأ استارت للبدء بملء الاستمارة بعد أن تقوم بالنقر على زر ابدأ استارت سوف يعرض عليك بيان الشروط والسياسات بعد أن تقوم بقراءة البيان يتوجب عليك أن تقوم بالتأشير على مربع أنا موافق لكي يتم تفعيل زر استمر كنتينيو انقر على زر استمر كنتينيو بعد أن يتم تفعيله للمضي قدما بعد أن تفتح صفحة التقديم للمدارس الاختيارية سوف ترى الأجزاء المرتبطة بالتقديم مدرجة في مخطط دائري من المهم أن نشير هنا أن الاستمارة لم تحفظ معلوماتك بشكل تلقائي وأنت تقوم بإدخالها يجب عليك أن تنقر على خيار سيفان كنتينيو للمضي قدما في كل جزء من الأجزاء أو أن تنقر على خيار سيفان اكست إن كنت ترغب أن تترك الاستمارة وتعود إليها في وقت لاحق ولغرض إكمال جزء معلومات الطالب من استمارة التقديم يجب أن تقوم بمراجعة البيانات التي تظهر مسبقاً وأن تتنقل في هذا الجزء ثم اختر الإجابة الأفضل التي تجيب عن السؤالين في نهاية الجزء ومن باب التذكير إن كان عنوان السكن يحتاج إلى تصخيح حينها يجب عليك القيام بذلك في مدرسة طفلك أو مركز التسجيل الذي يتبع مدرسة طفلك بعد مراجعة المعلومات واختيار الإجابات عن السؤالين يمكنك حينها أن تنقر على زر سيفان كنتينيو للمضي قدماً وأنت تمضي سوف تجد أن المخطط الدائري واسم الجزء يتم تحديثهما ويمكننا أن نتنقل خلال جزء معلومات ولي الأمر كوردين انفورماشن وإجراء أي تغييرات ضرورية أو اختيارات ملاحظة إن كنت ترغب في استلام الرسائل المصية فمن المفروض أنك قد اخترت استلام الرسائل المصية عندما قمت بإنشاء حسابك وللتأكد من هذا الأمر يمكنك النقر على زر سيفانكست للرجوع إلى صفحة لوحة الحساب لحفظ مدخلاتك اختيار أيقون الملف الذي يوجد عليه اسمك في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة ثم اختر إعدادات الحساب من القائمة المنسدلة يمكنك التأكد على صفحة حسابي ميكانت من أنك قد قمت باختيار تمكين الإشعارات عن طريق الرسائل المصية نبل اسيميستكست نوتفيكاشنز كخيارك المفضل للتواصل إن كنت ترغب في استلام الرسائل المصية حول التطورة والتحديثة على حالة استمارة طفلك بعد أن تتأكد من طريقة التواصل المفضلة ببرفرد كيميوني كاش يمكنك أن تنقر على زر حفظ التغييرات ثم اختيار أيقون اللوحة من الشريط في أعلى الشاشة للرجوع إلى صفحة اللوحة ومن هنا يمكنك النقر على زر استمر على بطاقة الطالب للاستمرار في ملء الاستمارة بعد أن تقوم بإجراء التعديلات والإجابات في أسفل الجزء قم باختيار زر سيفان كنتينيو للمضي قدما وفي الوقت الذي يكون الجزء المتعلق بالأشقاء في الاستمارة قصيرا إلا أن تأثيره مهم جدا على استمارة التقديم للمدارس الاختيارية إن كنت لا تعلم أن المدرسة التي يحضرها الشقيق تعطي الأولوية للأشقاء في القبول اتصل حينها بالمدرسة للمزيد من المعلومات بعد أن تقوم بالإجابة عن سؤال الأولوية للأشقاء في هذا الجزء قم باختيار زر سيفان كنتينيو للمضي قدما يمكنك جزء اختيار المدرسة سكول سيليكش في الاستمارة من اختيار إلى حد سبع مدارس التي ترغب في التقديم لها يمكنك اختيار المدرسة عن طريق التأشير على المربع الموجود بجانب اسم المدرسة في القائمة أو استخدام الخريطة ماب فيو لتحديد مواقع المدارس التي ترغب في التقديم لها واختيارها فقط المدارس التي تكون مؤهلا للتقديم لها سوف تظهر في القائمة أو الخريطة في جزء اختيار المدرسة سكول سيليكش على سبيل المثال سوف نستخدم هنا الخريطة لاختيار عدد من المدارس الابتدائية التي نرغب في التقديم لها بعد ان تظهر الخريطة يمكننا ان نختار علامة موقع المدرسة التي نرغب في التقديم لها رؤية بعض المعلومات عن المدرسة والتأشير على المربع الموجود بجانب اسم المدرسة لاختيارها بعد أن تقوم باختيار جميع المدارس التي ترغب في التقديم لها انقر على زر X في الجهة العليا اليمنى من الخريطة لإغلاقها والعودة إلى جزء اختيار المدرسة في استمارة التقديم بعد أن تنتهي من اختيار جميع المدارس التي ترغب في التقديم لها انقر على زر سيفان كنتينيو للمضي قدما يمكنك جزء تسلسل الخيارات في استمارة التقديم من ترتيب اختياراتك حسب الأفضلية على سبيل المثال سوف ننتقل إلى مكان الاختيار رقم واحد ثم نختار مدرسة كافضل خيار لنا بعدها سوف نستمر في الترتيب عن طريق اختيار مدرسة بوركافنو كاختيار رقم اثنين تتبعها مدرسة كورتر لاورنس وبعدها مدرسة نورمين بنكلي بعد أن تكتفي باختيار المدارس وتضعها في الترتيب حسب الأفضلية انقر على زر سيفان كنتينيو للمضي قدما ملاحظة إن كان طفلك في الصف الحادي عشر أو الثاني عشر أو كنت ترغب في التقديم لإحدى مدارس ماجينت الأكاديمية مكنت أو مدرسة خاصة حينها سيتوجب عليك تحميل مستندات إضافية عند هذه المرحلة تأكد من أنك قد قرأت المعلومات المعروضة في كل جزء بعناية للتأكد من أنك لم تفوت أي معلومات مطلوبة يوضح هذا المثال أن وثيقة درجات ترانسرد الصف الحادي عشر أو الثاني عشر وشهادة الدرجات ريبورت كورد التي تحتوي على جميع الدرجات في الفصل الترم الخريفي مطلوبتان حسناً سوف نقوم بتأكيد معلومات الطالد اختيار الطريقة التي سنقدم فيها وثيقة الدرجات ومن ثم ننقر على خيار شوز فيل لتحديد مكان الوثيقة واختيارها بعد أن نقوم بتحميل الوثيقة سيكون لدينا خيار تحميل مستندات أخرى حيث يمكننا أن ننقر على خيار شوز فيل الثاني لتحديد واختيار شهادة درجات الفصل الترم الخريفي بعد تحميل جميع المستندات المطلوبة والمدرجة في جزء المعلومات يمكنك حينها أن تنقر على زر سيفان كنتينيو للانتقال إلى جزء التوقيع يظهر جزء التوقيع من استمارة التقديم بيانة تفويض وحقل التوقيع اقرأ البيان اكتب الأحرف الأولى من اسمك في حقل بيرنت سينشيلز ثم قم بالتأشير على المربع الموجود بجانب المص الذي يقول بأنك توافق على البيان بعد الانتهاء من هذا الأمر انقر على زر سيفان كنتينيو للمضي قدما المرحلة الأخيرة من التقديم هي جزء المراجعة والإرسال ريفي وانسند هنا سوف تمر على جميع الأجزاء التي أكملتها مسبقا وتراجع المعلومات الموجودة فيها إن كانت هناك حاجة للرجوع وإجراء تغيير على أي معلومات حينها يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على أيقون قلم الرصاص الموجود بجانب اسم الجزء لكي تعود إلى ذلك الجزء وتقوم بإجراء التغييرات اللازمة بعد أن تنتهي من مراجعة المعلومات في كل جزء من الأجزاء انقر على زر إرسال استمارة التقديم سبمتاب لكيش لإكمال إرسال استمارة التقديم للمدارس الاختيارية بعد أن تنقر على زر إرسال استمارة التقديم سبمتاب لكيش سوف يتم توجيهك إلى صفحة اللوحة وسوف ترى مؤشرا يؤكد عدد استمارات التقديم المرسلة للطالب المعني في الجزء السفلي الأيسر من بطاقة معلوماته وهذا الأمر يختم عملية إرسال استمارة التقديم للمدارس الاختيارية إن كان لديك أي سؤال عن المعلومات المقدمة في هذا الفيديو اتصل بنا على فامليين فوقات مدنبيس دوتورك أو رقم الهاتف 6152594636